مكان للحلوة سيطارة المخ المركبة والمربكة على النظام الغذائي والأكل الغذاء وقود عندما يحتاج جسدك إلى الطاقة تأكل عندما لا تكون في حاجة إلى الطاقة لا تأكل الأمر بهذه البساطة عندما نفكر فيه لكن هنا تحديدا تقع المشكلة نحن البشر الكبار والأذكياء نستطيع أن نفكر بل بالفعل نفكر في هذا مما يمهد الطريق لجميع أنواع المشكلات والأمراض العصبية يمارس المخ مستوى من التحكم في أكلنا وشهيتنا قد يبدو مفاجئا لمعظم الناس قد تظن أن المعدات والأمعاء هم المتحكمون الأساثيون ربما بمساعدة المدخلات التي تأتي من الكبد ومخزون الدهون في الجسم حيث إن تلك هي الأماكن التي تتم فيها معالجة المادة المهضومة أو تخزينها وبالطبع للمعدات والأمعاء دورهم الذي يلعبونه لكنهم ليسوا مهيمنين كما قد تعتقدوا دعنا نأخذ المعدة مثالا يقول معظم الناس إنهم يشعرون بالشبع عندما يأكلون قدرا كافيا من الطعام هذا أول مكان رئيس يصل إليه الأكل المستهلك في أجسادنا تتمدد المعدة عندما تملأها بالطعام فترسل الخلايا العصبية الموجودة في المعدة إشارة إلى المخ ليقمع شهيتك لتتوقف عن الأكل وهذا أمر بدهي تماما هذه هي الآلية التي تستخدمها مخفوقات الحليب المخففة المساعدة على فقدان الوزن تلك التي تشربها بدلا من أن تأكل الطعام تحتوي مخفوقات الحليب على عناصر مكثفة تملأ المعدة بسرعة فيؤدي ذلك لتمددها وبعث رسالة للمخ قد شبعت دون أن تحتاج إلى أكل الشطائر والكعك لتملأها على الرغم من ذلك فإن مخفوقات الحليب تعد حلا مؤقتا الكثير من الناس يخبرون أنهم يشعرون بالجوع بعد أقل من 20 دقيقة من شربهم لواحد من تلك المشروبات ويرجع هذا إلى حد كبير إلى أن إشارات المعدة الممتلئة تعد فقط جزءا صغيرا من نظام التحكم في الأنظمة الغذائية والشهية لدينا تلك الإشارات تعد الدرجة الأولى في سلم طويل يصل عاليا إلى العناصر الأكثر تعقيدا في المخ وهذا السلم يصبح متعرجا أحيانا وقد يصل به الأمر أن يصبح لولبيا في الطريق إلى أعلى خلايا المعدة العصبية ليست هي فقط التي تؤثر على شهيتنا فالهرمونات تلعب دورا أيضا اللبتين هو هرمون تفرزه الخلايا الدهنية ويقلل من الشهية والجريلين يفرز بواسطة المعدة ويزيد من الشهية إذا كان لديك مخزون كبير من الدهن فأنت تفرز هرمونات أكثر قمعا للشهية ولو لاحظت معدتك أنها فارغة على الدوام فإنها تفرز هرمونات تحفز الشهية الأمر بسيط أليس كذلك؟ بكل أسف نعم ليس كذلك قد يحظى الناس بمستويات زائدة من تلك الهرمونات بناء على احتياجاتهم الغذائية لكن المخ يمكنه أن يعتاد بسهولة تلك الهرمونات ويتجاهلها بفعلية إذا استمر وجودها لفترات طويلة واحدة من أبرز مهارات المخ هي قدرته على تجاهل أي شيء يمكن التنبؤ به بسهولة بصرف النظر عن مدى أهميته لهذا السبب يستطيع الجنود أن يأخذوا قصطا من النوم في مناطق الحرب هل لاحظت كيف أن لديك دائما نساحة للحلوة؟ ربما تكون قد أكلت لتوك أفضل جزء من بقرة أو ما يكفي من المعكرونة بالجبن لإغراق قارب الجندول ومع ذلك يمكنك أن تلتهم قطعة من الباروني أو إيس كريم سانداي ذا الثلاث طبقات لماذا؟ وكيف؟ إذا كانت معيدتك ممترئة كيف يكون تناول المزيد من الطعام ممكنا جسديا؟ يرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن مخك يتخذ قرارا تنفيذيا ويقرر أنه لا ما يزال لديك مساحة مذاق الحلويات هو مكافأة ملموسة يعرفها المخ جيدا ويريدها انظر الفصل الثامن لهذا ينقلب على المعدة قائلا لا يوجد مكان هنا على عكس الحالة مع دوار الحركة تسيطر القشرة المخية الحديثة على المخ البدائي في هذه الحالة السبب القطعي وراء ذلك غير معروف قد يكون البشر في حاجة إلى أنظمة غذائية معقدة لكي يحافظ على حالة مثالية فبدلا من الاعتماد فقط على معدل الأيض الأساسي لنأكل أي شيء متاح أمامنا يتدخل المخ محاولا أن يضبط نظامنا الغذائي بشكل أفضل ولو كان هذا كل ما يقوم به المخ لكان الأمر حسنا ولكن هيهات الارتباطات المكتسبة لها قوة لا تصدق عندما يتعلق الأمر بالأكل فأنت يمكنك أن تكون محبا شارها للكعك على سبيل المثال فأنت تأكلها منذ سنوات دون أي عناء ولكن يأتي يوم تتناول فيه قطعة من الكعك فتمرض يمكن أن يكون ذلك بسبب أن بعض الكريم الموضوع على الكعك قد انتهت صلاحيته أو بسبب أن تلك الكعكة تحتوي على مكون ما لديك حساسية تجاهه أو وهذا هو المزعج أن يكون شيئا ما آخر تماما هو الذي جعلك مريضا بعد وقت قليل من تناولك للكعكة ولكن بداية من تلك اللحظة يقوم مخك بالربط بين الكعكة والمرض ويطرد الكعك خارج حدوده حتى إذا نظرت إليه فقط مرة أخرى يمكنه أن يطلق استجابة بالغثيان رابطة لشمئزازي رابطة قوية من نوع خاص تطورت لتمنعنا من أكل السم أو الأكل الملوث وقد يكون من الصعب كسرها بصرف النظر عن أن جسدك قد أكل الكعك عشرات المرات دون أي مشكلات المخ الآن يقول لا ولا يمكن القيام بالكثير حيال ذلك لكن الأمر لا يتطلب بالضرورة أن تصاب بالمرض فالمخ يتدخل تقريبا في كل القرارات المتعلقة بالطعم هل سمعت أن القضمة الأولى تكون بالعين؟ الجزء الأكبر من المخ بما يصل إلى 65% منه متعلق بالرؤية والإبصار لتذوق وعلى الرغم من أن طبيعة ووظيفة الارتباطات تتنوع بشكل مذهل فإنها تكشف بوضوح أن الرؤية هي المصدر الأساسي للمخ لاكتساب المعلومات الحسية على الصعيد الآخر حاسة التذوق تكون ضعيفة إلى حد محرج كما سنرى في الفصل الخامس إن الإنسان الطبيعي إذا كان معصوب العينين أثناء ارتداده لسدادات الأنف يمكنه أن يخطئ عادة في معرفة البطاطس ويظنها تفاحا من الواضح أن العينين لهما تأثير أكبر بكثير على إدراكاتنا من اللسان ولذلك فإن مظهر الطعم سيؤثر بشدة على مدى سمتاعنا به وبالتالي تظهر أهمية جهود عرض الطعم التي تبذل في المطاعم الفاخرة يمكن للروتين أن يؤثر على عاداتك الغذائية بشكل كبير أيضا ولتوضيح ذلك ضع في حسبانك عبارة وقت الغداء متى يكون موعد الغداء؟ معظم الناس سيقولون إنه بين الساعة الثانية عشرة ظهرا والثانية مساء لماذا هذا؟ إذا كنا نحتاج إلى الغذاء من أجل الطاقة لماذا إذن يتناول جميع الأشخاص من أول العاملين في الأعمال البدنية الشاقة كعمال البناء والحطابين إلى الأشخاص المستقرين كالمبرمجين والكتاب الغداء في نفس الوقت؟ هذا لأننا اتفقنا منذ وقت طويل على أن هذا هو وقت الغداء ونادرا ما يتسأل الناس عن هذا بمجرد وقوعك في هذا النمط يتوقع مخك ثريعا أنك ستحافظ عليه وستشعر بالجوع لأن الوقت قد حان لتناول الطعام بدلا من معرفة أن الوقت قد حان لتناول الطعام لأنك جائع يبدو أن المخ يعرف أن المنطقة مورد ثمين وأنه يجب عليه استخدامه بشكل محدود العادات تشكل جزءا كبيرا من أنظمتنا الغذائية وبمجرد أن يبدأ المخ في توقع الأشياء يبدأ الجسد في اتباع توقعاته من الجيد جدا أن يقال لشخص يعاني زيادة الوزن إنه يحتاج فقط إلى مزيد من الانضباط وأكل أقل لكن الأمر ليس بهذه السهولة الذي آل بك إلى الإفراط في تناول الطعام في المقام الأول يمكن أن يرجع إلى عدة عوامل مثل الأكل من أجل الراحة إذا كنت حزينا أو مكتئبا فإن مخك يرسل إشارات إلى الجسد أنك متعب ومرهق وإذا كنت متعبا ومرهقا فماذا تحتاج؟ الطاقة ومن أين تحصل على الطاقة؟ من الطعام والطعام ذو السعرات الحرارية العالية يمكنه أن يحفز دوائر المكافأة والمتعات في المخ ولهذا السبب نادرا ما تسمع عن شخص يأكل الثلطة من أجل الراحة لكن بمجرد أن يتكيف مخك وجسدك مع كمية معينة من السعرات الحرارية يصبح من الصعب جدا أن تقللها هل رأيت العدائين والمتسابقين في سباقات المراثن بعد السباق وهم يلهثون ويشهقون لكي يتنفسوا؟ هل سبق لك أن عددتهم شارجين في تنفسهم للأكسوجين؟ لا ترى أبدا أي شخص يخبرهم أنهم يفتقرون إلى الانضباط وأنهم مجرد كسالة أو ينعتهم بالجشع على تنفسهم للأكسوجين هذا تأثير مماثل وإن كان غير صحي مع تناول الطعم حيث يتغير الجسد لتوقعه زيادة في كميات الطعم المتناولة ونتيجة لهذا يصبح التوقف أصعب منذ قبل من المستحيل تحديد الأسباب القطعية التي تجعل شخصا ما ينتهي به الأمر أن يأكل أكثر من احتياجه في المقام الأول حتى يصير معتدا ذلك نظرا لوجود الكثير من الاحتمالات ولكنك يمكنك أن تجادل في أن هذا أمر لا مفر منه عندما تضع كميات لا حصر لها من الطعم أمام فصيلة تطورت لتأخذ أي طعام متاح أمامها أينما وجدته وكلما استطاعت الحصول عليه وإن كنت بحاجة إلى دليل آخر على أن المخ يتحكم في الأكل ففكر في وجود الطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي والنهام العصبي يصل المخ لضرية يقنع فيها الجسد أن صورة الجسد أهم بكثير من الطعام وبالتالي فإن الجسد لا يحتاج إلى طعام هذا تماما مثل إقناعك لسيارة أنها لا تحتاج إلى البنزين إنه ليس أمرا منطقيا أو آمنا وعلى الرغم من ذلك فإنه يحدث بصورة منتظمة تدعو إلى القلق الحركة والأكل مطلبان أساسيان أصبح معقدين بلا داع بسبب تدخل المخ في العملية وعلى الرغم من ذلك يعد تناول الطعام أحد أروع متع الحياة وإذا كنا نتعامل معه كما لو كنا نرمي الفحم في الفرن فقط ربما كانت حياتنا أكثر كآبة على أي حال لعل المخ أدرى بما يفعل